تعود أحد الفلاحين مغادرة قريته صباح كل أسبوع والذهاب إلى المدينة حاملاً معه الكثير من قطع الزبدة التي تصنعها زوجته حيث كل قطعة على شكل كرة تزين كل منها كيلو جرام سافر الفلاح من قريته إلى المدينة وباع الزبدة للبقال الذي يتعامل معه منذ مدة كبيرة واشترى منه ما يحتاجه من سكر وزيت وشاي ثم عاد إلى قريته بدأ البقال يرص الزبدة في الثلاجة فخطر بباله أن يزن قطعة وإذا به يكتشف أنها تزين 900 جرام فقط ووزن الثانية فوجدها مثلها وكذلك كل الزبدة الذي أحضره الفلاح فحزن حزناً شديداً في الأسبوع التالي حضر الفلاح كالمعتاد ليبيع الزبدة فاستقبله البقال بصوت عال أنا لن أتعامل معك مرة أخرى فأنت رجل غشاش لأن كل قطع الزبدة التي بعتها لي تزين 900 جرام فقط وأنت حاسبتني على كيلو جرام كامل وكما قال النبي من غشنا فليس منا هز الفلاح رأسه بحزن وقال غاضباً لا تسئ الظن به فنحن أناس فقراء ولا نمتلك وزن الكيلو جرام للميزان فأنا عندما أخذ منك كيلو السكر أضعه على كفة وأزن كرة الزبدة في الكفة الأخرى نظر البقال إلى الأرض في خجل وقال في نفسه نحن بالفعل كما ندين ندان وما نفعله مع الآخرين يرد إلينا ولو بعد حين وعندما قرر الاعتذار للفلاح وجده ذهب لبقال آخر وباع له الزبدة فتألم كثيراً لأنه كان يحقق أرباحاً كثيرة من الزبدة وتعلم أن المعصية والضرر بالناس يعود على صاحبه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين تحدث الشاب الأسترالي روبين والذي أصبح اسمه أبو بكر بعد أن أسلم عن قصة إسلامه فقال تبدأ قصتي في أول سنة لي بالجامعة فقد مرت على هذه السنة العديد من المشاكل حيث انفصل والدي عن بعضهما وحدث لي حادث سيارة وتوفي أحد أصدقائي فسألت نفسي لماذا أنا هنا؟ وما الهدف من الحياة؟ ولماذا أزعج نفسي بها؟ وبدأت في التشكيك في الهدف من الحياة وبما أنني مسيحي أسترالي بدأت أتقص عن المسيحية فذهبت إلى مخيم الكنيسة فوجدت هناك الجميع يغني بكلمات لا أعرفها وعندما شاهدوني سألتهم عن بعض الأسئلة التي أرهقتني فلم يفتحوا الإنجيل ليخبروني بالأجوبة بل كل واحد منهم أعطاني رأيه الشخصي وأجاب بما يراه هو فكانت الإجابات تختلف عن بعضها بل أحيانا يكون رأي أحدهم عكس الآخر حتى تصوراتهم عن إله كانت تصورات عاجزة ومتناقضة وغير مقنعة فكيف يصلب إله ويتعرض للأذى؟ لذلك أدركت أن هناك الكثير من التأويل في المسيحية فبدأت أفكر وأرتبك ومع دراستي بالجامعة كنت أعمل في محطة وقود وكان أحد زملائي هنديا هندوسيا فسألته ما قصة الإله الهندوسي ذو رأس الفيل ألم يكن ممكن أن تختاروا بدلا منه إلها له رأس أسد مثلا؟ فبدأ يتحدث معي عن الهندوسية وخط معه حوارا لاهوتيا فلم تعجبني الهندوسية وظللت أستقصي عن ديانات أخرى وكان سؤالي هذه المرة عن الدين اليهودي وبعد بحث طويل وجدت أيضا تصور كهنتهم عن الإله متناقضا مثل تناقض القساوسة في المسيحية حيث أصبح الله أو الرب في التوراة لا يتورع عن مصارعة أحد أفراد البشر ويغضب ويغار ويعتب ويحقد بل ويطالب بنصيبه من اللحم والشحم والمسكن ككل الناس كما تذكر بعض نصوص التوراة لذلك لم أجد في اليهودية ما كنت أبحث عنه وأخيرا بحثت في الدين البوذي واعتقدت أن هذا هو الذي سأختاره وعندما تعمقت في البحث وجدت أن هذا لم يكن دينا وإنما طريقة جذابة للعيش وفي يوم سألني أحد أصدقاء المسيحيين عن الأديان التي بحثت عنها فقلت له لقد بحثت عن المسيحية والهندوسية واليهودية والبوذية فقال لي وماذا عن الإسلام؟ فقلت مندهشا الإسلام؟ إنهم إرهابيون لن أستقصي عن إسلامهم ما الذي يدفعني إلى دينهم؟ لكنني بعد فترة وجدت نفسي أدخل مسجدا دون أن أخلع حذائي عابرا سجادة الصلاة وكدت أدوس على رأس أحد الساجدين ثم نظرت فوجدت الشيخ أبا حمزة ماشيا نحوي فقلت في نفسي اليوم سأموت إلا أن الشيخ ابتسم لي وقال يوم جميل يا صديقي كيف حالك؟ بعد هذا الاستقبال الطيب من الشيخ أبي حمزة جعلني أسأله ومعي أسئلة التي سألتها من قبل للقساوسة والكهنة وأكثر ما أدهشني أنني عندما كنت أسألهم كانوا لا يجيبون على الفور كانوا يمسكون القرآن ويقولون لي اقرأ هنا يا أخي وهناك كنت أجد الجواب مهما سألت من أسئلة صعبة وبعد مرور أسبوعين قلت لأحد الإخوة بعدما سألته سؤالا لماذا لا تعطيني رأيك الشخصي؟ فقال لي لا يمكن أن يكون لي رأي عندما نتكلم عن كلام الله وهذا أثر في كثيرا ثم أخذت نسخة من القرآن وأخذته للبيت وبدأت أقرأه فوجدت أن الأمر لم يكن أشبه بقراءة قصة بل كنت أقرأ شيئا يأمرني ويرشدني وفي إحدى الليالي عزمت على إحداث جو روحاني فأشعلت شمعة وفتحت النافذة وأغلقت الستائر وجلست أفكر في الأدلة الروحانية والعلمية عن حقائق مثل كون الجبال أوتاذة أو نشأة الجنين في رحم أمه وكنت أحتاج إلى دفعة بسيطة وقلت يا الله أنا على وشك القفز والدخول في الإسلام الآن كل ما أحتاجه إشارة بسيطة منك وفجأة وجدت نفسي أفتح القرآن على هذه الآية إن في خلق السماوات والأرض إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون وبعد قراءة الآية اقشعر جسدي وأحسست أنها رسالة هداية من الله فانقلب حالي تماما وشعرت أن الله قد دلني لأن هذا الكون بجماله وعظيم تكوينه يستحيل أن ينشأ بلا خالق وفي اليوم التالي وبعد بحث لمدة ستة أشهر عن الإسلام قررت أن أكون مسلمة وأنطق الشهادتين وبعد أن نطقتهما ذهب كل الخوف من عقلي ومنذ ذلك وحتى اليوم لم أهتز أو أعد التفكير وكانت معاملة الطيبة مع أبي جعلته يفهم أن حقيقة الإسلام تختلف عما يشاع عنه من أكاذيب لذلك طلب مني نسخة القرآن وأثق أنه سيعلن إسلامه قريبا إن شاء الله قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون في عام 1525 وبعد معركة بافيا التي هزمت فيها فرنسا أمام ملك إسبانيا الشارل الخامس تم أسر ملك فرنسا فرانس الأول فقرر الفرنسيون اللجوء إلى الدولة الإسلامية لمساعدتها حيث طلبت والدة فرانس الأول بصفتها الوصية على العرش من سلطان المسلمين سليمان القانوني إنقاذ ابنها وتخليصه من الأسر وقبل أن يستجيب السلطان سليمان لطلبها تم إطلاق سراح الملك الفرنسي بعد أن وقع على معاهدة في مدريد أملى فيها شارل الخامس شروطا صعبة على الملك الفرنسي وبعد خروج فرانسو الأول من الأسر استمر التقارب الفرنسي نحو دولة المسلمين حيث أرسل فرانسو مبعوثا عام 1535 إلى السلطان سليمان القانوني طالب العقد معاهدة تحالف بين الدولتين سعيا منه إلى الاستفادة من قوة دولة الإسلامية في الحد من طموحات شارل الخامس وإضعاف قوته فقبل السلطان سليمان بذلك وتم توقيع المعاهدة واستمر الدعم الإسلامي لفرنسا على مدى سنوات وفي صيف عام 1543 احتلت إسبانيا مدينة نيس الفرنسية فاستغاث مالك فرنسا فرانسو الأول بالسلطان سليمان القانوني لإنقاذ فرنسا من الخطر الذي كان يتهددها في هذا الوقت فكلف السلطان قائده الباسل خير الدين باربروس بقيادة الحملة فغادر اسطنبول على رأس قوة محرية كبيرة استولت وهي في طريقها إلى فرنسا على مدينتي مسينة تابعة لسقلية وريجو الإيطالية دون مقاومة ثم استولت على ميناء أوستيا الإيطالي ووصلت سيرها حتى دخلت ميناء تولون القاعدة البحرية الفرنسية في البحر المتوسط ورفعت السفينة الفرنسية المستقبلة لهم أعلام دولة الإسلامية وأطلقت مدافعها تحية لها ودخل الأسطول الفرنسي المكون من 44 قطعة تحت إمرة خير الدين باربروس وتحرك الأسطولان إلى ميناء نيس وقاتل هذا الأسطول الإسلامي الفرنسي على سواحل مدينة نيس الفرنسية تحالفا كاثوليكيا ضخما واستطاع القائد الإسلامي خير الدين باربروس أن يدمر ذلك التحالف الكاثوليكي الجرار ويحرر مدينة نيس الفرنسية ويعيدها للفرنسيين من جديد ونظرا لعلاقة الحسنة التي كانت تربط السلطان سليمان القانوني بفرانسواء الأول فقد تم عقد معاهدة بين الدولتين بعد استعادة ميناء نيس تنزلت فيها فرنسا عن ميناء تولون الفرنسي برضاها لإدارة الدولة الإسلامية وتحول الميناء الحربي لفرنسا إلى قاعدة حربية إسلامية وفي الفترة التي تم فيها تسليم ميناء تولون للدولة الإسلامية أخلي الثغر الفرنسي من جميع سكانه بأوامر من الحكومة الفرنسية وتحول إلى مدينة إسلامية رفع عليها راية الإسلام وارتفع الأذان في جنبات المدينة يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهلوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير